بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة للشرافين المشترين أبنائي سوف نقوم من خلال هذا الفيديو تعيين القاسم المشترك الأكبر بالآلة الحاسبة العلمية كما هو موجود هنا هذه الآلة الحاسبة هي ربما كثير تلاستعمال عند الطلبة هذا الدرس يعني نتعلم من خلاله البي جي سي دي وكذلك كيف نجعل الكسر غير قابل للاختزال بالآلة الحاسبة وبطريقة بسيطة نتابع جيدا أولا سوف نقوم بتعريف القاسم المشترك الأكبر القاسم المشترك الأكبر أبنائي ما هو؟ هو القاسم المشترك لعددين الأكبر لعددين طبيعيين هو عدد طبيعي يقسم كل منهما هذا الشرط الأول أما كلمة الأكبر لاحظوا جيدا أكبر قاسم مشترك لعددين يسمى القاسم المشترك الأكبر لهما يعني أكبر قاسم لو جئنا مثلا إلى الثمانية والأربعة ما هو أكبر قاسم؟ ما هو أكبر قاسم يقسم الأربعة ويقسم الثمانية؟ أكيد يكون هو الأربعة يعني PGCD لثمانية وأربعة أكيد يكون هو الأربعة لماذا؟ لأن أكبر لو نقسم الثمانية على الأربعة سنجد ماذا؟ سوف نجد اثنان ولو نقسم الأربعة على الأربعة نجد واحد إذا البيجي سيدي للثمانية والأربعة مثلا هو أكبر قاسم وهو الأربعة هذا مثال فقط الآن نأتي هدفنا هو ليس هذا هدفنا بالألة الحاسبة إذن أولا نتكلم عن الكسر غير القابل للاختزال يعني نتعلم هذه الأشياء قال A متابع قال A و B عددين طبيعيين حيث A و B لا يسوي الصفر لماذا لأنه يقع في المقام الكسر A على B غير قابل للاختزال يعني A و B أوليا فيما بينهما ها هو مثال مثلا أبنائي عندنا الـ 14 على 15 غير قابل للاختزال إذن ماذا الـ 14 والـ 15 أوليا فيما بينهما يعني القاسم الوحيد بينهما هو الواحد الآن عندما نقسم كلا من حدي كسر على القاسم المشترك الأكبر لبسطه ومقامه نحصل على كسر غير قابل للاختزال هذا هو الهدف الآن عندنا ها هو مثال عندنا الـ 1449 و 1277 أعطي لنا بماذا؟ أعطي لنا بـ 107 اعتمادا على خوارزمية إقليدس الآن إذن بعدما استخرج الـ PGCD لو وضعه هنا لاحظوا ماذا يحدث لأن ربما للتذكير فقط أن هذا العدد أبنائي هذا العدد لي هو 1277 هو في الأصل ماذا؟ هو في الأصل 1277 ركزوا جيدا أو ماذا؟ أو هو 11 في هذا الشيء لي هو 1277 يعني لنضرب 11 في 1277 أكيد سوف نجد 1277 يعني هذا هو الـ PGCD وهنا وجد كسر غير قابل للاختزال لاحظوا جيدا فإن ماذا؟ هذا غير قابل للاختزال لأن الـ 11 والـ 7 أوليان في ما بينهما الآن هذا كتكلم على هذا الشيء الآن نأتي إلى بيئة الآلة الحاسبة كيف نستخرج؟ أولا نجعل الكسر غير قابل للاختزال ثم نستخرج الـ PGCD أولا ما علينا إلا أن نجي إلى الآلة الحاسبة لاحظوا ها هي الآلة الحاسبة أبنائي لاحظوا ها هي الآلة الحاسبة أولا نكتب العدد 2000 لاحظوا ومئتين وسبعة وسبعون ها هي أمامكم سوف أقوم بالتكبير حتى التضيح لكم نعم هكذا لاحظوا نكتبه من هذا لاحظوا نكتبه من هنا من اللوحة من اللوحة من اللي هي ألفين ومئتين وسبعة وسبعون نكتبها تستخرج هنا ثم نأتي إلى ماذا؟ نأتي أبنائي إلى هذا الرمز لاحظوا أين هو هذا الرمز أبنائي هو اسمه هذا A B على C هذا الرمز ركزوا أولا قلت نكتب ألفين ومئتين وسبعة وسبعون ثم نضغط على هذا الرمز وهو موجود في الآلة الحاسبة لا نجعل الشيفت قلت نجعله هو ثم نكتب العدد الثاني اللي هو ألف واربعمائة وتسعة واربعون ونضغط هنا على التساوي تنتج لنا ماذا؟ تنتج لنا هذه العلاقة تابعوا جيدا كي تتعلموا هذه الأشياء سوف تنتج لنا أبنائي هذه تعطي لنا هذا الرمز هي تعطي لنا هذا الرمز هي واحد لاحظوا شرطة هكذا ثم الأربعة ثم شرطة ثم هذا سوف تجدون يعني تستخرجوا لكم الألة الحاسبة ما معنى هذا الرمز الذي استخرجته سوف نلاحظ ما هو هذا الرمز يا أبنائي وبه يعني يمكنه جعل الكسر غير قابل الاختزال ثم يستخرج البي جي سي دي إذن في الأصل النوع لاحظوا ماذا؟ ألفين واربعمائة ألفين ومائتين وسبعة وسبعون على ألف واربعمائة تسعة واربعون أعطيت لنا لاحظوا واحد يعني هذا واحد كعدد صحيح وماذا؟ وهذه تقرأ يا أبنائي أربعة على سبعة هذه الأولى تقرأ إذا وجدتم اثنان أكتبوه هنا اثنان أما هذا الذي يكتب هنا مهما كان أكتبوه أربعة على سبعة هذا الأمر ربما قد اتفقنا عليه ثم ما علينا الآن إلا توحيد المقام ما هو المقام المشترك؟ أكيد هنا هو السبعة يعني هنا سبعة ونضرب هنا في السبعة ثم نجمع ماذا نتحصل؟ نتحصل على هذا الشيء لاحظوا تحصل على أكيد على إحدى عشر على سبعة هذا أمر مفروغ منه لأننا تصبح سبعة زائد أربعة تعطينا إحدى عشر على سبعة لاحظوا هذا هو الكسر الغير القابل الإختزال ولاحظوا بخوارزمية إقليدس وجدوها نفسها لاحظوا ها هي أملكم ها هي إحدى عشر على سبعة هنا استخرجناه بالآلة الحاسبة وبطريقة بسيطة جدا ربما يقول أحدكم في الامتحان لا يجد هذا للتحقق مثلا كي تتحقق أو كي تربح الوقت الآن كيف نستخرج البيجي سيدي لو نلاحظ جيدا أبنائي ونأتي إلى هذا العدد وهو ألفين ومئتان وسبعة وسبعون ونقوم بقسمته على إحدى عشر نقسمه هنا على إحدى عشر ونضع نتيجة لاحظوا كم تكون نتيجة لاحظوا أبنائي ها هي النتيجة أمامكم إذن لما نقسم ألفين وماذا ومئتان وسبعة وسبعون سوف نجد هذا الذي باللون أخضر تعطيه هنا ألا حاسبة كذلك مئتان وسبعة ثم نأتي كذلك إلى ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون نقسمه على سبعة تعطينا النتيجة ها هي النتيجة هذا الذي أعطيت لكم النتيجة هو البيجي سيدي بكل بساطة يعني تصبح البيجي سيدي لاحظوا البيجي سيدي لهذا العددين هو مئتان وسبعة فقط بهذه البساطة المطلقة سوف نأتي الآن إلى مثال آخر ها هو مثال آخر كذلك الذي هو أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين سبعة آلاف وثمانية وثلاثون وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعون الآن قلنا بنفس الشيء نأتي إلى الآلة الحاسبة ونكتب الأمر الذي طلب منه ما هو إذا نكتب أولا سبعة آلاف وثمانية وثلاثين يقول أحدكم يا أستاذ إذا كتبنا خمسة آلاف لا لا يمكن ذلك يعني سوف تصل إلى نفس النتيجة لاحظوا جيدا نكتبها ثم ركزوا ثم قلت نأتي إلى رمز هذا ثم نكتب الثاني هنا سوف يستخرج لكم هذا الرمز فما على الشاشة ثم نجعل تساوي تعطي لك واحد هذا الرمز زايد اثنان هنا وسبعة ماذا يمكن أن نقول نقول هذه الطريقة نتابع جيدا ماذا سوف ينتج لنا أكيد يعني لو نأتي إلى الكتابة نقول معنا سبعة آلاف وثمانية وثلاثون على خمسة آلاف واربعمائة واربعة وسبعون تعطي لنا ماذا تعطي لنا واحد زائد اثنان على سبعة ونوحد المقامات الآن ليربح الوقت كذلك عندنا ها هي يعني الأمر كفا يصبح أبناء لاحظوا إذا وحدت المقامات ما هو المقام مشترك بين الواحد والسبعة هو السبعة ثم لما نوحد المقامات سوف تعطي لنا التسعة ثم قلنا تعطي لنا التسعة على سبعة ثم نأتي إلى هذا العدد قلت ونقسمه هذا العدد نقوم بقسمته على التسعة تعطي لنا النتجة هذه وهذا نقسمه على السبعة تعطي لنا النتجة هذه لاحظوا نتجة متشابهة أولا ما هو هذا الكسر كيف أصبح هو غير قابل للاختزال غير قابل للاختزال وهذا هو الذي تلاحظون هو البي جي سي دي بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي إذن البي جي سي دي ها هو أمامكم اللي هو سبعمائة واثنان وثمانون وإذن جربتم ذلك بخوارزمة إقليد ستوفت تجدون نفس الطريقة نأتي كذلك إلى مثال آخر كذلك ها هو أمامكم أبنائي أنتم جربوه تركت لكم التجربة إلا أنها هي النتيجة يعني بنفس الخطة قلت في الأول سوف نكتب ثلاث ألاف ثلاثة ألاف واربعمائة وخمسة وستون ثم نضغط على هذا الرمز سوف أوضحه بلون آخر على هذا ستخرج هكذا ثم نكتب الرقم الثاني اللي هو ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ونجعل التساوي سوف تعطيكم النتجة هي اثنان ثم تعطيكم رمز هكذا ثم واحد ثم رمز هكذا ثم الخمسة يعني كيف تقرأ؟ تقرأ هكذا اثنان زائد واحد على خمسة نقوم بتوحيد المقامات وجدنا المقام الذي لا يقبل الاختزال هو إحدى عشر على خمسة ثم قلت نقسم هذا العدد على إحدى عشر ها هي النتيجة وهذا العدد على خمسة ها هي النتيجة هذه الذي تكرر في البسط والمقام هو البي جي سي دي إذن البي جي سي دي هو ثلاثمائة وخمسة عشر لهذين العددين طبيعيين نأتي كذلك إلى ها هو أمثل اللي هي خمسة وستون وواحد وتسعون بنفس الخطة أبنائي يعني لاحظوا ها هي الخطة خمسة وستون تقسيم تعطي لنا القاعدة هنا لما نجعلها يعني تعطي لنا هنا خمسة وتجعل هكذا رمز وهنا سبع معناه خمسة على سبعة خمسة على سبعة قمنا نقوم بقسمة هذا على الخمسة تعطي لنا الثلاثة عشر والواحد وتسعون على السبعة تعطينا الثلاثة عشر هذا الذي تكرر أبنائي هذا الذي تكررنا هنا هو البي جي سي دي إذن البي جي سي دي يصبح كم يصبح ثلاثة عشر عندنا كذلك المثال 2175 و1044 بنفس الخطة أبنائي لاحظوا جيدا تعطي لكم اثناني يعني للتوضيح تعطيكم هنا اثناني ثم تعطي لكم هكذا ثم تعطي لكم هكذا ثم الرمز هذا ثم اثنى عشر معناه تصبح اثناني زائد واحد على اثنى عشر نوحد المقام ما هو المقام مشترك اكيد هو الاثناء هو الاثنى عشر تصبح لكم خمسة وعشرون على اثنى عشر هما كسرها عددا أولين فيما بينهما قمت بقسمة هذا على هذا أعطيت لنا النتيجة السبعة وثمانون والف وأربعة واربعون قسمت على اثنى عشر هذا هو البي جي سي دي إذن البي جي سي دي هذين العددين هو السبعة وثمانون كذلك عندنا العدد الذي بعده أبنائي نتابع قلت العدد الذي بعده كذلك بنفس الخطة اللي هو احداشر الف واربعمائة واربعة وثمانون على ثلاثة الاف وخمسمائة واربعة وستون بنفس الخطة تعطي لكم لما تعوذ تعطي لكم ثلاثة ثم هذا الرمز ثم اثناني ثم هذا الرمز ثم التسعة يعني تصبح ثلاثة زائد اثنان على تسعة وحدنا المقام وجدنا تسعة وعشرون على تسعة ثم بنفس الخطة قوموا بقسمة هذا العدد على هذه تعطي لكم ثلاثة مئة وستة وتسعون ثم هذا العدد على هذا العدد تعطي لكم ثلاثة مئة وستة وتسعون ها هو البي جي سي دي لهم يقول أحدكم لماذا يا أستاذ كتب تسعة وعشرون لأن هذا العدد كليا يا أبناء لما نضربه في بعضهم بعض يعطي لنا هذا الأول فقط ثم عندنا كذلك المثال آخر ها هو مثال آخر أبنائي لهو تسعمائة وثمانية وعشر على خمسمائة وثمانون بنفس الخطة لاحظوا ماذا تعطي لنا تعطي لنا هنا في الآلة الحاسبة لما يعني نعوذ سوف تعطي لنا واحد ثم هذا الرمز ثم الثلاثة ثم هذا الرمز ثم الخمسة يعني واحد زائد خمسة على ثلاثة على خمسة وحتى المقام وهو ثمانية على خمسة ثم قمت بقسمة هذا على الثمانية يعطي لنا مئة وستة عشر وهذا كذلك مئة وستة عشر ها هو البي جي سي دي لهذه العددين فقط بأبسط طريقة ممكن أبنائي إذن أول شيء يعني لاستخراج البي جي سي دي يعني كاختصار أولا تجعل الكسر بالآلة الحاسبة غير قابل للاختزال هذا الأمر الأول ثم الأمر الثاني تقوم بقسمة يعني تقوم بقسمة تلك العدد الكبير على البسط الكسر غير قابل الاختزال تجد العدد هنا تلك العدد هذا الذي يظهر هنا هو البي جي سي دي لتلك الكسر فقط وإن لم تفهموا شيء أعيدوا الفيديو سوف تفهمون وفي الأخير زروا موقعنا وهو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددان باستمرار وادمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته